اهلا بكم الى هذه النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعنوين اتفاق اقتصادي استراتيجي طويل الامد بين سوريا وايران يعزز التعاون ويصهم في اعادة البناء التحركات الشعبية في السودان تطالب بانصاف الارياف وتوفير التنمية وتتهم الحكومة بالعجز واشنطن تعرق الاختيار القضاة في هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية اهلا بكم يزور النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانجيري العاصمة السورية على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى لتعزيز التعاون وتوقيع مجموعة اتفاقيات استراتيجية تتعلق بمرحلة اعادة الاعمار وكان السفير السوري في طهران عدنان محمود قد صرح للميادين بان اللجان الفنية المشتركة اعادت اتفاقات للتعاون في المجال المالي والتجاري والمصرفي والنقل والاتصالات والكهرباء هذا واعلن وزير الاقتصاد السوري سامر الخليل ان دورة اجتماعات اللجنة السورية الايرانية المشتركة ستشهد توقيع اتفاق تعاون اقتصادي استراتيجي طويل الامد واثناء استقباله وزير الطرق وبناء المدن الايراني محمد اسلامي قال ان اللجان الفنية تجتمع تحضيرا لتوقيع وثائق تعاون في مجالات المصارف والاستثمار والتجارة هذه زيارة تحظى باهمية كبيرة لاننا نشهد على انتصارات على جبهة المقاومة وهذا الامر يؤدي الى طروف جديدة ونتوقع اعادة الاعمار والتنمية الاقتصادية بحضور الاقتصاديين من الطرفين مع الجهود والاعمال المشتركة هي زيارة هامة تأتي اليوم لعقد اجتماعات اللجنة المشتركة على المستوى الوزاري ومنذ يومين ايضا هناك عدد من الفنيين عن مستوى الخبراء يجتمعون للتوصل الى مجموعة هامة من الوثائق الخاصة بالتعاون عن المستوى الاقتصادي في المجالات كافة بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية الاسلامية الايرانية دعا وزير شؤون الشرق الاوسط في الخارجية البريطانية اليستر بيرت السلطات العراقية الى النأي بنفسها عن الاعتماد الاقتصادي على ايران والى تعزيز اكتفائها الذاتي في مجال الطاقة وقال في مقابلة مع ريترز ان استبعاد توسع النفوذ الايراني ووصوله الى العراق ضرب من الخيال ويأتي تصريح بيرت في سياق التحذيرات التي يطلقها حلفاء واشنطن في اعقاب الاعلان المفاجئ للرئيس الامريكي دونالد ترامب سحب قواته من سوريا والمخاوف من ازدياد نفوذ ايران في دول الجوار رفعت بزارة المالية الامريكية العقوبات المفروضة على شركات روسال وان بلاس ويروساب انيرغو الروسية وشددت البزارة على ان الملياردر الروسي اوليغ داري باسكا لا يزال خاضعا للعقوبات في ظل اتهامه بتدخل في انتخابات الرئاسة الامريكية علما انه المساهم الاكبر في الكيانات الثلاثة المذكورة جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل في مسعى حكومي لتفادي الاضراب العام الثالث الذي دعت اليه النقابات يومي العشرين والواحد والعشرين من شباط فبراير المقبل ومنذ اعلان قرار الاضراب العام ليومين رأى اتحاد الشغل اللانية لديه لمزيد من التصعيد وان لديه رغبة جدية في انهاء ازمة الاجور شرط تقديم التنازلات الملائمة من جانب الحكومة رأى وزير الاقتصاد الفرنسي برينو لومير انه لا حل امام اوروبا لمواجهة محاصرة الصين والولايات المتحدة لها سوى توحيد القوى الاوروبية وفي مقابلة مع فرانس انتيرش هدد الوزير الفرنسي على اهمية انشاء مؤسسة مالية اوروبية مستقلة في الايام المقبلة مؤلفة من بريطانيا والمانيا وفرنسا للتمكن من الحفاظ على علاقات تجارية مستقلة مع ايران في ظل العقوبات الامريكية الى السودان حيث دعى تجمع المهنيين السودانيين وثلاثة تحالفات معارضة الى التظاهر اليوم في عدة مناطق ريفية تحمل شعار مواكب الريف المعارضة دعت ايضا الى تنظيم تظاهرات غدا ثلاثاء او يوم ثلاثاء تحت عنوان مواكب الشهداء على ان يقام الخميس المقبل تحرك من كل مدن سودان وقراه للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير تستمر احتجاجات الشارع السوداني ويرتد صداها على الالوقات السياسية حزب الامة الفيدرالي يعلن انسحابه من الحكومة ويطالب الرئيس عمر البشير بالتنحي وافساح المجال امام تأليف حكومة انتقالية رئيس الحزب اكد ان حزبه دفع بمبادرات كثيرة لاصلاح الشأن الوطني الا ان الحكومة عاجزت عن توفير الحد الادنى للمواطن نعلن فضل شراكة التنفيذية والتشريعية من هذا النظام على كافة مستويات الحكم المختلفة ونؤكد اننا سوف نظر نعمل مع شركائنا مع الكوى السياسية والمجتمعية وكافة وكافة جماهير شعبنا من اجل تحقيق الاجندة الوطنية التي يتفق عليها الجميع الرئيس السوداني عمر حسن البشير ومن مصر قال ان التظاهرات التي تشهدها بلاده تندرج في اطار محاولات استنساخ ما عرف بالربيع العربي في السودان متهما منظمة بالعمل على زعزعة الاوضاع في دول المنطقة هي محاولة استنساخ قضية ما يسمى بالربيع العربي في السودان الرئيس هي نفس الشعارات ونفس البرامج ونفس النداءات واستخدام واسع جدا لوسائط التواصل الاجتماعي لكن برضو القاعدة الاساسية في السودان ومعظم الشعب السوداني وعد درس سماما وشاف مآلات بعض الدول هنا في العاصمة الخرطوم وفي مدينة أمدرمان القريبة منها خرج محتجون بعد دعوة من تجمع المهنيين وقد رافق الاحتجاجات انتشار واسع لشرطة مكافحة الشغب وعناصر الأمن المحتجون رددوا شعارات تطارب بتنحي الرئيس عمر البشير وقد أعلن عن موكب تحت مسمى الزحف الأكبر في كل مدن السودان وقراه الخامسة المقبل شهد الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والفرنسي إمانويل ماكرون توقيع تفقيات استراتيجية بين البلدين في مقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة وأولى مذكرة تفاهم تتعلق باستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى عام 2023 مرة جديدة فشل أعضاء منظمة التجارة العالمية في اجتماع هيئة تسوية المنازعات في بدء عملية انتخاب قضاة هيئة الاستئناف بسبب الموقف الأمريكي وأفاد مصدر تجاري مطلع على هذه القضية لوكلة سبوتنيك بأن الأعضاء أخفقوا في بدء عملية الاختيار لملء الشواغر الأربعة في هيئة الاستئناف بعدما رفضت واشنطن الاقتراح الذي أيده 71 عضوا يذكر أن مهمة منظمة التجارة هي ضمان سياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة والحرية وهي ترعى القوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الدول بدأ موظف وكالات الحكومة الأمريكية باستئناف أعمالهم تدريجيا بعد أغلاق استمر خمسة أسابيع وتجري الإدارات مناقشات حول كيفية التعامل مع المسائل الإدارية المؤجلة الإغلاق الجزئي للحكومة وهو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة أدى إلى توقف دفع رواتب نحو 800 ألف موظف ووقع الرئيس دونالد ترامب الجمعة قرارا لتمويل الحكومة لمدة ثلاثة أسابيع ملوحا بعودة الإغلاق منتصف الشهر المقبل ما لم يحصل على طلبه بشأن الجدار الحدوذي مع المكسيك قالت نيسان ماترز إنها تتعاون مع تحقيق لجنة البورصات والأوراق المالية الأمريكية بعد تقرير يفيد بأن اللجنة تحقق في إفصاحات الشركة اليابانية بشأن أجور مسؤولين تنفيذيين اتهمت نيسان رئيس مجلس إدارة الشركة السابق كارلوس غصن بعدم الإفصاح عن دخله بالكامل وهو ما ينفيه غصن كليا نحو 70% من الطلاب الجامعين البريطانيين يطالبون بإجراء استفتاء جديد بشأن بريكزيت وذلك بحسب استطلاع للرأي أجرته شركة أبحاث بريطانية وكانت الشركة قد أجرت العام الماضي استطلاعا للرأي مماثلا طالب فيه 62% من الطلبة بإجراء استفتاء بريكزيت جديد وفيما يستعد مجلس العموم البريطاني للتصويت على الخطة البديلة لبريكزيت لا تزال بنود كثيرة عالقة ولا تحظى بالتوافق أبرزها مسألة الحدود بين جمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وإيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا قالت شركة ديدي تشوتشينغ الصينية أنها أسست مشروعا مشتركا مع بيكين إلكتريك فهيكل الحكومية للعمل في مشاريع سيارات الطاقة المتجددة والذكاء الصناعي وتسعى الصين إلى تحول عن قطاع صناعة السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود صوب السيارات التي تعمل بالطاقة المتجددة وهي عبارة عن مزيج من السيارات العاملة على البطاريات الكهربائية والسيارات الهجينة التي تعمل بالشحن الكهربائي والوقود ارتفع إنتاج الطاقة المتجددة في الصين إلى 728 جيجاوات في نهاية العام الماضي بزيادة تصل إلى 12% على أساس سنوي وزادت الصين توليد الكهربائي من الرياح بواقع 20 جيجاوات وأضافت 44 جيجاوات من الطاقة الشمسية في مسعى منها لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري لتوفير الكهربائي الاستهلاكي المنزلي في البلاد بهذا الخبر نختم النشرة الاقتصادية للمزيد زوروا موقعنا الميادين دوتنات باللغتين العربية والإسبانية نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة